اهلا بحضراتكم بعد الفاصل في أولى فقرات المجري كابتن محمد حشيش انت وحشنا قوي انت كمان يا كابتن مصطفى حقيقيا ما تصان كده ايه فين؟ والله الشغل والحياة والمسئوليات وانا انت عارف دلوقتي مديد تنفيذي في اتحاد الكورة فرع القاهرة بلي عشر سنين فبقى مشاكل الكورة وواجه على القلب يعني فالواحد ما بيصدق بقى طبعا يعني يروح انا مش غاوي يعني خروجات ومقابلات كده انت بيتي يعني اه بيتي يعني طيب احنا تعرف في بداية سؤالنا احنا بنتكلم باستمرار عشان نقول الناشئين اللي طالعين انت اول مرة لعبت فيها كورة لعبت فين طبعا انا ساكن في الدقي قدام النادي الاهلي على طول هنا حتى تاني على النيل يعني كنت بخودها ماشي اه كنت بخودها ماشي بس لعبت طبعا في الشارع الاول الفترة بتاعتنا كان فيها اللعبة في الشارع كان سنة كم سنة كان بقى تمانية تسعة عشرة العمر ده يعني وبعد انا عضو طبعا في النادي الاهلي مع اهلي عضو عائلي من الستينات يعني كويس فكنت بروح النادي الاهلي بس ما بلعبش يعني ممكن لعب مع اصحابي برضو في النادي جنينت الاطفال اه جنينت الاطفال اه كنت على الوزة والبطة وبعد كده طبعا اما بتكبر شوية طبعا يعني في السن مثلا اللي هو 11 سنة 12 سنة اه والدي كان غاوي كورا اه وكان شايف ان انا كويس من خلال بساعت يشوفني في النادي كان والد اللي شجع شوفني في الماس يا فقط طبعا اه فحاول عن طريق علاقاته ان هو يشوفني حد في النادي الاهلي يعني طب ما لسه يبلو نخش عن نادي الاهلي وانت في الشارع بسلع في الشارع كان فيه لعيبة صغيرين راحوا معاك النادي الاهلي ولا ما كانش في لعيبة لا اه كان فيه لعيب وحيد بس ما رحش لهاه الراحة زي مالك ايمان يونس ايمان يونس كان في العمر اللي جنبه على طول اه وكان على طول كان بيقف جون� زمان كان بيلعب جون اه بيلعب جون وكان ارفني على طول يخبط على البيت واسأل عليها عشان اجا شوط فيه في الشارع تحت كان يقول كويس ولا كان اي حاجة بتاعدي لا او انتاجي يعني كويس انه بقى لعيب يعني اه ايمن ده ابن حنال مش شخصية جميلة وكان لعيب يعني عشرة عمر طبعا طبعا طيب هل لو انت بتلعبه في الحي اللي انت كنت فيه في الدق كنت بتروح تلعب كنا شرب في دورات ليك فرقة معينة ولا كنت بتلزف الشارع تحت يعني هي كنت قاصرة على تحت البيت لان انا برضو يعني ولد على ثلاث بنات اه واصغر واحد فيهم فكان العملية خايفين عليك اوي ها خايفين عليك وبعدين عشان احنا اعمرنا وربع بسنة سنة سنة اه فخايفين اطلع بنت لان انا وانا صغير كنت بتكلم بصغص البنات اصغر ماشي الله تطلعت او راجل ها اه خنشرت فكانوا خايفين عليك شوط فهو يدوبك تحت البيت عشان يبقى برضو عنهم اه عليا من البلاكون او كده كنت مش رجعوك تلعب كرة يعني في ال اه لما ابتديت بقى خش يعني دي مرحلة بعد كده طيب كنت شاطر في الدراسة وانت صغير جدا جدا عشان كده كان بسبوك تنزي تلعب كرة في الشارع ده انا عايز اقولك حاجة كنت مصطفى قول بقى مطابع العالم عارف العيالي القراريب اللي بيعودوا على نص رجل عشان اول ما المدرس يسأل يعمل كده اه انا كنت كده بس بعد كده ما دخلت بقى الكورة وكده الموضوع قال شوي قال كتير قال خالص بقيت بعد ورا طيب لما الولد في النادي الاهلي عضو من الستينات انت اللي عرضت عليه انك تروح النادي الاهلي واللي هو اللي بقى ياسع عليك بدلا ما يلعب في الشارع يلعب في النادي هو طبعا احنا كلنا اسرة اهلوية شجع النادي الاهلي وعضاء في النادي الاهلي فمن باب اولى ان انا يعني يبقى موجود في النادي اللي تربيت فيه كمان من وانا صغير يعني وايس فاول مرة اه اه كلم لي حد ورحت اه مع كابتن فتح نصير طبعا كابتن فتح كماسك الاعمار الاكبر مني بسنتين ثلاثة وقتها ده كان سنة كام كان سنة اربعة وسبعين او تلاتة وسبعين يعني ده كان هو كابتن مصفح حسين رحمة الله عليه بالزبط كده بس كده من سن السبعتاشر لحد سن واحد وعشرين سنة للأسف بقى الاختبار بتاعي كان مع الستاشر سنة الجموعة اكبر من سنة اكبر مني فمزلت طبعا مش عارف حاجة عمري ما لعيت في ملعب كبير فكت كرة لو جدلي اروح اخد كدف مثلا جامد مع اجسام بقى اروح واقع اه فقاله البابا بقى لا ده ما طب روحت النادي الاهلي دخلت النادي الاهلي من سنة كم سنة اه موسم اربعة وسبعين خمسة وسبعين كان سنة كم سنة كان اتناشر سنة اتناشر سنة ونص اتناشر سنة ونص كان انت اول مرة تخش في النادي اهلي كنت بتروح مع الوالد وعضاء وبتاعه لا بنروح على طول النادي يعني على طول لما لك هتلعب كرة اه وقابلك بالكام تنفتح نصير ده اول واحد قابلته في ال اه كان ايه احساسك طبعا انا ما نمتش طبعا بالليل يعني انا معقول اه بروح النادي وشايف وبشوف اللعيبة من بعيد بس انا حبقى لعيب يعني معقول انا كويس عشان ياخدوني اه في الشارع وفي المدرسة كلهم طبعا ايه بيقولوا انت كويس قوي لعبت في المدرسة اه لعبت في المدرسة طبعا فانما النادي الاهلي حاجة تانية طبعا اكبر نادي في مصر وحاجة كبيرة جدا معقول انا هتاخد فلما روحت التجربة الاولينية الحقيقة وفشلت فشلت فشلت فك فاتح قال له ده ضعيف وصغير انا يعني كانت لسه طفرة النمو وما حصلتش لسه قصير وقليل يعني مش بتاكل انا من يعني من صغري من الموضوع الاكل ده اخر حاجة افكر فيه بس ان انا ايوة فالمهم مشيت فحاول بعد كده يكررها سعيلت بقى لما قالك انا مرة طبعا سعيلت جدا جدا واحنا راجعين بنتمشي بقى من على الكبري اه فانا مبوز وبتاع وهو طبعا يعني يعني مش عارت اقول ليه وبعدين وصلت البيت هو زعلان وفي نفس الوقت طب هيعمل ايه يعني ما هو عمل طبعا فانا بقى باشتكل ماما وهو بص يوداني الواحد وما خدنيش عائل صغير طبعا فبعد كده ادركت طبعا يعني حطتها فيه يعني بالزبط قال لي انا كويس هو السبب لا وقلمت الدنيا كده في البيت طبعا بوصله من الدنيا خلاني بعد كده بقى فترة بعدها مساء انك بعدها شهر شهرين قال لي ايه فيه مدرب تاني ممكن نروح نشوف قلت له انا لا رايح ولا جاي انا مش عايز كنت قفلت بقى وفعلا خلاص قفلت طب نجا تلعب كرة في الشارع تاني ده اساسا انا مبطلهاش اه مبطلش الكرة ما فكرت سوف اي نادي تاني لا لا خالص اه لا يمكن ولا اي نادي انا ما انا يعني النادي الاهلي لان هو ازا بقولك كابت مصطفى ده بيتي يعني انا انا بروح اساسا ايو ايو من قبل كده على طول يعني وكل يوم تقريبا موجود يعني طيب بعد فشلت في المرحلة الاولى اه وفقتش فيها وقالك انا ده صغير ولازم اياكل كويس اه وياكل يشرب لبن وبيض وتعبن القصة بتاعش ويشرب مايا كتير وياكل كبدة وبتنجان وبتاع الكلام عشان حديد ويهدي عصابه طيب